على عناد وزيرة الهجرة وعلى عناد ريان وعلى عناد أسامة وعلى عناد أسوان وعلى عناد سرمد وعلى عناد هاي العصابة الحق ساكو رجع إلى بغداد باستقبال مهيب من رئيس الوزراء عوفك من هذا المكان الحق رجع الأهلة الحق رجع الأهلة هذه بشرة وهذه فرحة للمسيحيين أنه مو تجي شلة عصابة تهين ديانة وتهين شعب وتهين مجتمع كبير مو هم ذولة فالحق لو مهما طال رح يرجع الأهلة ومبروك لكل المسيحيين على عودة لويس ساكو إلى بغداد وباستقبال مهيب من رئيس الوزراء خلينا نسمع آنوا ياكم وزيرة الهجرة بلقاءة الفيزيوني طلعت ويا غزوان وقالت هذا الحكي اسمع سيد لويس ساكو هو الآن رجل مطلوب للقضاء وغف وغف رجع رصما عليك أنت وزيرة أنت المفروض وزيرة لكل العراق أنت شلش علاقة بالسياسة وانت ما تفتهمين بالسياسة أنت ما طلعت بلقاء ما تشفصتي فاسمع إشغالت على ساكو اسمع فهو إذا يحترم القضاء العراقي يفترض يسلم نفسك تسمحي لي بس خل يسلم نفسك يخلق كما تنطيني حشيين يلا سولك يلا على الشارع حخلي على مودة الشارع حخلي سولكين يلا سولك مؤسس يقول لك ليه أنا متعودة شي سواء منه سولي يقطعون ونشوه النصر حشيين مبالتي مو أنت اللي تقطع حشيك فضل بعض الوسائل الإعلامية المسيسة آني آني أنا مشوهشة آني لا ما قطع لك ما تحتاجي أنت أصلا اللقاء كلها تشفص إذا أريد أن أجلب لكيها كامل بالحلقة نزل لك حلقة كاملة بس تقعد نتفرج أنا والمشاهدين مالتي فأنتي رب لتشفص شفصي يلا فليفترض هو كرجل دي يحترم الصليب اللي على صجره زين ويقف أمام القضاء ويعتذر من القضاء لأنه أساءل القضاء ويعتذر من أبناء اللي أساءلهم بالإعلام وخاصة النساء سيد لويس خاصة النساء خلي أسامة يعتذر من الولد لناموا ياهم تمام وإنتي تعتذرين من الشعب العراقي اللي تهجر وطلع ونازح وإنتي بكت الأكل أنت من تحتاج تعتذرين أنت لازم تتحاكمين أنت اللي بكت ستة مليار دينار عراقي وانطيتيها للزعيم مالة شريان ساكم واباق ساكم وحرامي بس أنت حرامية وولد ووصاخة وتعرفين أنا يقصد شنو بالوصاخة تمام الحلوين اللي يعد أسامة عرفون شجاية سولف فوزيرة الهجرة أنت أصلا ما تصلحين تكونين مو بس وزيرة لا ما كل مشكلة إذا أحطتش بأي مهنة رح أسيئل المهنة وأنا ما رأي إذا سيئل المهنة لأنتي ما تستحقين تكونين بأي مهنة أنت تروحين تقعدين ببيتك وستدين البار حتى لتشابسين بعد